اشتركوا في القناة لكرة القدم أنه تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن دعمها القوي واللا مشروط لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة المشروعة في الترشح لتنظيم نهائية كأس العالم عشرين أربعة وثلاثين فوز لقجع أضف في بلاغ أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تربطها علاقات متميزة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد على تعبئة كل مكونات كرة القدم المغربية من عصب وأندية وقدماء اللعبين لمساندة ملف المملكة العربية السعودية التي تتوفر كما قال لقجع على كل المؤهلات التنظيمية والرياضية وفي مجال البنيات التحتية والمرافق السياحية وقدرتها على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية على أعلى مستوى وقصد الوقوف عند هذا الموضوع مشاهدين الكرام نسعد باستضافة الدكتور سعيد بن لفقيه وهو باحث في سوسيولوجيا الرياضة والقضايا السوسيوسياسية أستاذ سعيد مساء النور مرحبا أبك أستاذ سعيد بداية أستاذ سعيد كيف تقرأ هذا الدعم المشروط للمملكة المغربية لفرشيح المملكة السعودية العربية لكأس العالم 2034 نعم ممتن على كرم الدعوة وطبع الحال لا يمكن أن نفوت الفرصات هنا أن نثمن المجهود الملكي الذي أثمر على إنجاز وتحقيق الإعجاز الذي يمكن أن نلقبه بإعجاز القرن على المستوى الأمة المغربية وهي الضفر بنيل والحضوة ديال شرف تنظيم كأس العالم 2030 فيما يخص سؤالك أخي الكريم هو هذا الدعم لا مشروط هو له جذور تاريخية لابد أن نتذكر على الأقل في العقود هذه العقود الماضية العلاقة التاريخية والوطيضة التي تجمع بين العاهلين المغربيين صاحب جلالة ملك الحسن الثاني وأخوه ولدينا جامعة إفران جامعة الأخوين التي تحيلنا فقط اسمها يحيلنا على الرابطة القوية وهي الأخوة وهي سمو العلاقات الإنسانية بين الشعبين وبين المملكتين وأيضا جامعة الملك فهد جامعة الملك فهد كذلك في طنجة إذن هذه كلها ليست إشارات لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكلام هناك علاقة متجدرة في التاريخ هناك علاقة تربط المملكتين على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب فبتالي هذا الدعم المشروط هو تحصيل حاصل للعلاقة القوية والمتينة التي تربط المملكتين الشريفتين وهذا ليس بعزيز على ملكين وعلى شعبين يعني أبانت كل الظروف التاريخية أن دائما مساندة متبادلة دائما دعم متبادل فبتالي هذا تحصيل حاصل أعتقد دون ذكر مجموعة من تفاصيل ومجموعة من المعطيات التي تؤكد هذا الرابط الأخوي القوي الذي لاته الزهورية أكيد بعد بلاغ لوزارة الخارجية بالأمس التي أكدت على أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك تدعم بقوة ترشيح المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 اليوم تحدث عن بلاغ آخر لجامعة الكرة وأيضا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعني كيف تقرأ أنت هذا الدعم على المستوى الرياضي وكيف يمكن أن نحقق هذا الدعم نعم هو لما تصدر تعليمات ملكية سامية لا بد أن كل المؤسسات تنخرط في مصاري ذلك القرار وفي تلك التعليمات بالنسبة للجامعة الملكية وقراءة في بلاغها هو تنفيذ لتعليمات صاحب الجلالة من جهة ووضع الخبرة التي اكتسبتها المملكة المغربية رهنة إشارة شقيقتها المملكة السعودية لا ننسى حتى لا نذكر في هذا الجانب وأن هناك محاولات خمس أو ست محاولات للمغرب منذ 1994 والمغرب يحاول بمعنى هناك من يسميها تسمية كالترخبة كبيرة ولكن هذا رصيد هذا ترصيد لتجربة يعني مكنت المغرب من اكتساب تجربة وخبرة على مستوى إعداد الملفات على مستوى الترافع على مستوى التفاوض نحن نعلم كواليس وما أدرك من كواليس يعني التصويت وتجميع الأصوات خصوصا في الماضي وخصوصا أننا كنا ضحايا هذه الكواليس في محطات من المحطات الآن المغرب يضع رهنة إشارة المملكة العربية السعودية الشقيقة كل هذه الترسانة من التجربة سواء على مستوى الشركاء سواء على مستوى الخبرة سواء على مستوى الجريبة سواء على مستوى إعداد الملف إلى غير ذلك ومن حسن الحظ أن المملكة العربية السعودية لن يعوزها استقبال هذه الجماهير الغافرة لماذا؟ وأفتحوا قوس تفضل هذه البلاد الشريفة يعني تحتضن أقدس مكان في العالم على مر السنين وعلى مر التاريخ وهي بكل مكرمة يعني هناك استعداد لمؤسسات السعودية وللشعب السعودي للتعايش مع كل أعراق وكل الثقافات التي قد تلجو إلى المملكة حين احتضان هذا التضاهر والحج والعمرة على مدار السنة يعني هناك حفاوة الاستقبال هناك يعني مكانيات أيضا البنية التحتية البنية التحتية ونستر على يعني آخر يعني منجز للمملكة العربية السعودية طبعا نتمنى لها كل التوفيق في هذا المسار وهو الشغف الكروي الذي أحيته هذه النهضة الكروية المتألال يعني الأخيرة التي أعطت زخما للرياضات بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من خلال استقطابها لأكبر نجوم على المستوى كرة القدم هذه النجوم يعني لا يمكن أن لا يتم توظيف يعني تواجدها من خلال تمرير قيم كرة القدم وتمرير يعني سواء نتحدث عن كرة القدم وغيرها من الرياضات نتحدث عن القيم نتحدث عن إعطاء النموذج نتحدث عن يعني إحداث طفرة على مستوى التعاطي مع كرة القدم فابتلي هذا النشأ الذي يعايش هذه النجوم لما نحسب وحسابي على المستوى الأعمار وعلى حساب السنين يعني الآن نحن في في 2023 والمملكة شريفة السعودية يعني تتطلع لتنظيم 2034 وهو يعني يدخل هذا إذا سمحت لي أستاذ سعيد يدخل في رؤية 2030 نعم متواجدة في السعودية أكيد هي رؤية 2020 2030 بالنسبة للمملكة السعودية أعطت زخما على مستوى جميع المجالات يعني هنا كان نهضة شاملة فبالتالي ارتأ القائمون على الشأن العام في المملكة العربية السعودية تعزيز هذه النهضة بتتويجها ربما بتنظيم أكبر تظاهر كونية التي تعرف يعني واحد الشغف جماهيري عالمي قيمة تسويقية قيمة تسويقية بتالي ربما سوف تتوج هذا المسار وهي لها من الإمكانات ما يجعلها في مستوى هذا الرهان وفي مستوى هذا التطلع خصوصا إذا يعني تم تعزيز تجربتها بتجربة المملكة المغربية التي يعني كما نقرأ في بلاغ الجامعة الملكية هو أن تضع تحتر إشارتها كل الإمكانات المغربية في هذا المجال سواء من خلال المورد البشرية كما قلت أو من كما يقال بالفرنسية لصفوار فار لصفوار أتر لصفوار دفنير فبتالي كل هذه الجوانب يعني تعطي الانطباع بأن هناك تطلع للمستقبل وللعمل المشارك الذي يمكن أن نقول بأنه تتويج للعمل المشارك على مستوى مجموعة من المجالات على المستوى السياسي على المستوى الدبلوماسي على المستوى الاقتصادي العلائقي على المستوى كل المجالات الحمد لله حتى على المستوى الجغرافي فالمملكة العربية السعودية في الشرق والمملكة المغربية الشريفة على المستوى الغرب فبمعنى هناك أجنحة للعالم العربي يعني تمكن هذا العالم العربي من مملكتين قادرتين على إعطاء الريادة في جميع المجالات وأنا أشكرك شكر جزيل أستاذ سعيد بالفقه على كل هذه القراءة الجميلة وإنتمنى التوفيق للمملكة العربية السعودية إن شاء الله شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر موصل لكم مشاهدين الكرام ولكل زملائي إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم 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 شكرا جزيلا لكم